ايه القضية اللي شغل الناس كلها على الساحة الاجتماعية وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي ممرد محافظة المينيا ممرد أدق تفصيلا مركزه مدينة منلاوي مينع مينة موسى شاب اللي ما كانش بيختلف عليه اتنين براغم صراء أهله الفاحش لكن الولد ده بعد ما اتخرج من معهد فني للطمرين حاب يعتمد على نفسه مش زي اي شاب أبويا وغرث امي وغرث خالي وغرث عمي من هو بيتاكل عليهم لا ان هو عايز يبني نفسه بنفسه زي ما هاشتاج المنصات كلها بتقول ان الولد ده عصامي مينة موسى اللي شاء الطريق يخرج من محافظة المينيا لمحافظة القاهرة علشان يثبت لنفسه قبل ما يثبت لابوه وامه واخوه ان هو ولد عصامي طيب ايه او الخيانة جات من اين الخيانة جات من اقرب اصدقاؤه علشان يستدرجوه بالتحايل مقابل انه يمرد حالة او اتنين مقابل مبلغ كبير جدا من المال في محافظة القاهرة طيب دلوقتي تم الوصول للتلات متهمين لكن الحاجة اللي وععت القلب كلها وواجعت قلوب الناس كلهم ان مينة لم يتم الحصول على كامل جسمانه يعني ايه مينة ما اندفنش الحد بالوقتي يا سادة هيدفنوا ايه ولا ايه بيفكرونه بعضية ايهاب اشرف ومحمد اللي هو مدرس الفيزياء ايه قضية الدأحلية يا طرق الحكاية وايه الرواية عبلاوي يمكن الفيديو ده انا بقدمه وانا قلبي بيعتصر الم من الخيانة والخسة والغد اللي بتيجي من اقرب الناس فلو حضركة تشاهد معنا الفيديو لنهاية عشان تعرف تفاصيل ممرد المينيا اللي شغلت الناس كلها ففضلا عدد المشاهدات الحمد لله بيكون كبير لكن عدد اللايقات هو اللي بيكون قليل ويلا بينا نبتدي الحكاية مينة موسى من صغره وبيعش الطب لكن ملحقش مجموع عالي علشان يدخل كليات الطب أو كليات القلم لكن مفاتوش القط قال ان انا هاتهد واخد معد فني صحي وبعد كده اذاكر وان شاء الله ابا دكتور او معيد في المعاد مينة اقتصر بعد طموحه ده قال لا انا اعتمد بقى في السؤال المحلي واعتمد على نفسي واكون ارشه برغم ان اهله يعني مش هنقول متوسطين الحال او تحت خط الفق لا ده ناس مبسوطة او احنا عارفين دي امكان اغلب يخلنا فيه الصعيد ومحافظة المينيا بالذات انه بيكون حالة الثراء دي منتشر عند الكل مينة اعتمد على نفسه اشتغل في عيادات واشتغل في مستشفيات كتيرة في محافظة المينيا وخاصطا مدينة ملاوي لكن هنا مينة في بعض اصدقاء السوق اللي هم اقرب الناس ليه حط يعنيه عليه حاب ان هو يخطف مينة او يستدرجه مقابل فدية من المال طيب هخطفه في الصعيد هخطفه في ملاوي لما كده كده القضية هتتهرش تبقى اعمل ايه طبعا الصديق ده تم الوصول للصديق والاثنين المتعمين اللي من منطقة الزاوية الحمرة اللي قاموا باستدراج الولد لكن لحد دلوقتي زي ما قلت الحراكة في بداية الفيديو لم يتم العصور على كامل جسم او جسة مينة لان اللي لقوه من مينة بس الاطراف او اليدين اللي فوق والرجلين بس فقط لغير تب الباقي يعني ربنا ما يكتبه على اي حد الباقي مش لقينه لان طبعا يمكن قوات الانقاذ الناهلي بتعمل على البحث على وجود باقية الاشلاء للمرحوم مينة لانهم طبعا قطعوه ورموه في كل مكان وكان بردهم ان الكلاب الضلة ان هي تنهى لحم الولد وخلاص وتنتهي القضية لكن البهوت الامنية لكن بالبحث ادقوه اول ما اهلية مينة بلغوا على طول اتحركت فورا قوات من محافظة المينة علشان يشوفوا مينة راح فين وهنا طبعا بحسب التعقب الهاتف ومواقع جي بي اس وتعقب سجل المكالمات لان مينة حياته انتهت في منطقة الزاوية الحمرة طيب ازاي ادروا ان هما يتحقوا على مينة وازاي ادروا ان هما يستدربوه من محافظة المينة لمحافظة القاهرة طبعا صديقه القريب منه عارف ان مينة عنده تطلقات وعنده بحث العمل يعني راجل عاوز بقى يكتهد على نفسه ويبني نفسه بنفسه فعلشان كده هو اللي اقترح على الاثنين العاطلين او العاملين في منطقة الزاوية الحمرة ان هما ينشروا اعلان طبعا الاعلان ده ايه عاوزين واحد يعمل مساج ليه سيدة وانسان قايد يعني مجموعة كده طيب ما ممكن الناس دي يعملوا الاعلان ويتقدم ليه ناس كتير ايش معنى هنختاروا مينة وطبعا يعني الاعلان على الفيسبوك بيباليه مخاطر كبير قوي والوجه اللي سابت لكل الناس يريد نحذر من الاعلانات الوحمية طبعا عاوزين يلفطوا نظر مينة على الاعلان هنا من اللي عمله اشارة الصديق اللي واكل ما يعيشه ملح الصديق اللي كان هو اقرب الناس دي اللي كان دايما في القرية بيقول ان ده اخويا اللي متولدش من بطن امي ولا من صلب ابويا هنا اعمل له اشارة وبدأ ان هو الصديق هو اللي نتكلم مينة ايه مينة ده فرصة عمل جميلة يمينة ده مش هتقعد هناك ده انت هتروح يومين وترجع على طوله مقابل مد يريد ان انا اتقابل يمينة مينة طبعا اخد رقم الاعلان وتواصل على الواتس اب وهموه ده انت هتاخد في الجلسة كذا ولو عدت بيوم هتاخد كذا وي 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 ان هم يعني ايه يغلوه مينة مفيش حد فينا ما بيحبش الفلوس الفلوس هي يعني احنا بنستخدمها كوسيلة ولاست غاية خلاص عشان نقضي احتاجاتنا ونوفر اه مستلزماتنا هنا طبعا مينة شد الرحال بس شاول اهل الاول شاول اهل الاول وانا رايح في المنطقة الفلانية علشان اشتغل يعني كممرد ان انا اعمل يعني جلسات مساج وبتعون مقابل المادة حلوة يا بوي وحلوة يا مماي فهنا طبعا فرحانين ان ابنهم بيجتهد على نفسه وفرحانين انه هو انسان محتصم مع ان الحالة المادية زي بقولت لحضراتكم الناس واهل مينة ناس سرية هنا طبعا مينة شد الرحال لمحافظة القاهرة وخلاص بعت له الموقع يعني باللوكيشن وبدأ انه يتواصل خلاص مينة حاطت دماغن هو اول ما يدخل على المكان هيلاقي الحالة ويبدأ بقى يعني يعمل لها جلسات المساج او رعاية الطبية ويرجع على طول لكن مينة اول ما تواصل مع الناس اشكالهم ما عجبتهوش مينة بدأ يقلق حبتين طيب فين يا جماعة الحالة او فين الشقة اللي احنا نشتغل فيها اخدوه في مكان غير اللي بعتوله فيه اللوكيشن في مطقة شعبية شقة مستقرة طيب من اللي اتقابل معاه صديقه برد قصة دلوقتي خالص اللي اتقابل معاه الاتنين انه عدد العاطلان او العاملان اللي من مطقة الزاو الحالة خلاص تعالوا اتفضل سحبوه لحد ما دخل الشقة وهنا طبعا هو حاطب بقى في دماؤه انه هيدخل شقة سكنية مجهزة وفيه الابة والزوجة والابن هيتقابل وياخد الواجب بتاعه لكن الكلام ده كله اتمحى دخل ميناء لها مجموعة من الشباب اللي هو عدد اتنين ومن ضمنهم صديقه يعني ايه وعد سحبه واتنين منتظرينه ودخلوا الشقة علشان اول ما يدخل الشقة على طول يتم ربطه وتهديده بلاصق على بقه وتكتيفه لكن ميناء قوي وهنا طبعا اللي كانت الحصرة وإيه الندامة ان ميناء يلاقي صديق عمره واحد من التلاتة اللي استدركوا ميناء ماستسلمش يمكن الحمية الصعادية والعصبية والثقر والدم في العروق والغلي هنا ماستسلمش حتى ولو كان وحيد هنا ميناء كسر القاعدة اللي احنا دائما مماشيين عليها ان القوة بتغلب الشجاعة بدأوا ان هما يتناوبوا عليه وكتفوه طبعا استمر الموضوع ده اكتر من يومين وفي الوقت ده بدأ التواصل مع اهلية ميناء عاوزين ميناء ادفعونا مية وخمسين الف جنيه طب هنا رد فعل الاهل ان هما وافوا الاهل وافوا ان هما يدفعوا مية وخمسين الف جنيه مع ان ابنهم قراحي يشتغل مثلا اسبوع او اثنين او يوم او اثنين مقابل الف او اثنين اللي تم الاتصاد منه على اهل ميناء هنا الرقم مغلق بدأت الشكوك والخوف والزعر يدب في قلبية اهل ميناء علشان يتوجهوا لقصوم شرطة ملاوي ويحرروا محضر مش باختفاء ابنهم لا باختطاف ممرد الميناء اللي هو ميناء هنا طبعا في الوقت ده التلاتة خافوا لان فيهم واحد صديق وحطوش في ابنهم خالص ان فيه ممكن الموقع القراف او تتبع المكلمات او التواصل والحاجات دي ممكن يوصلوا ليهم لانهم مسكوا التلفون ميناء تكسروا خلاص قالوا بقى حطوا في دماغهم ان التلفون لم يتكسر وينزعوا منه الشريحة ويتكسرها ما عادش حد يعرف يوصل لهم والحد يلحاق بالنسبة للشقة ما الجريد الشقة بالطاقة وهمية كأن قضية الدكتور سابة وفي بتعيد نفس الخطوات ونفس الاحداث نسخة بالكربون هنا طبعا حسوا ان الموضوع ما يكتشف حسوا ان اقرب حد ان هما يوصلوا ليه هو صديق ميناء علشان كده ما ردوش على اهليته مع ان الاهل وفر 150 الف جنيه اللي هي الفدية وبدوا ان هما يتنوبوا عليه بالضرب المبرح واخر يمكن خطوات في القضية ان هما انهو حياته ما اكتفوش بانهاء حياته اليها الناس ستكتشف الام واكيد من البحث حوالين محاضر التغيب في منطقة زاوية الحامرة او في منطقة ملاوي محافظة المينيا هيتوصلوا للجسمان علشان كده التلاتة اللي ما عندهمش قلب ولا عندهم رحمة ساحبوا ميناء للبنيو الخاص بالشقة بالشقة اللي هما وقدرينها وبدأوا نقطعه يعني الاهلية وفقوا على الفدية وهم قفلوا التلفون وعزموا النية على انهاء حيات ميناء قطعوا ميناء في منطقة اسمها مطقة الزاوية الحامرة وقالوا ان احنا مش هنعمل زي اللي عمل قبل كده مش هنجمع لهم الجسمان عشان يقدر انهم يوصلوا لشخصية وحقيقة الضحية طب يعني ايه طبعا تلات شهيطين بيفكروا مع بعض وحاولوا انهم يتخلصوا من الجسمان نية قطعوا جسمان الواجه اكتر من قطعة يعني ما نقدرش انهم نحدد عددها لانها لم يتم الوصول عليها فمش هنقدر انهم نحدد عددها لحبيبنا قطعوا الجسمان وبدوا انهم في بعض الطرع الزراعية المجاولة المطير الزاوية الحامرة يرموا في كل مكان حدة وهنا طبعا خدوا الطريق الصحراوي راموا برضو بعض الاشلاق بحد دلوقات لم يتم دفع الجسمان لانهم ما يدروش انهم يتوصلوا على كامل الجسمان بدوا انهم يتخلصوا من الجسمان حتى حتى زي ما قلت لحضراتكم وهنا طبعا من خلال تعقب هاتف ميناء هو اللي وصل الى هادي ووصل رجال الامن والشرطة للمكان اللي تم فيه ارتكاب الجريمة تم طبعا استصدار اذن من نيابة العامة باستخراج سجيل المكالمات ما بين ميناء المكالمات تمت من خلال اربعة وعشرين ساعة وتم التوصل ان صديقه اللدود او صديقه بقى اللي هو يعني زي ما يقوله كده ربا اخ لم تلده امي لان طبعا ميناء كان بيحكي حكايات وروايات الف ليلة وليلة في الصديق اللي كان مخطط كل حاجة وهو لكن مبلغ التفاصيل لأصدقاء التانين في منطقة الزاوية الحم ده ساري ده اهله لو طلبنا منه الفيديا مش هيتردده ده احنا هناخد مية وخمسين وكل واحد فينا خمسين الف ادنين طيب متعقب الحاتف اذن انه يوصلوا للمكان اللي تم فيه الجريمة يعني اخر مكان ده وجد فيه ميناء بالتلفون بتاعه لكن التلفون بتاعه اصبح حطاء طيب اخر مكالمات اول خط الجريمة مسكوا صديقه اللي بيكون معيش صديقه اللي عمله اشارة على الاعلان علشان يوقعوا في شر اعمال طيب اتخلصوا من الجسمان ولما في احدى الترع وفي يمكن القطع من الاشلاء رما في المناطق الصحراوية وفي صندوق القمامة طيب بعد كده توصلوا للصديق ومن خلال الصديق اللي هو كان حاطف يتناول انه مفيش حد يقدر يوصل من خلال توصل الصديق اعترف اعترف تفصيلي ومن خلال وصفه لباقي المتهمين تم الابضع على التلات متهمين طيب الجسة فين تعالوا ودونا بقى مكان الجسمان تم تم تمسيل الجريمة في منطقة الزاوية الحمرة وتم اصطحاب المتهمين التلاتة لاماكن العثور على الجسمان او التخلص من الجسمان لله الامر وقبله من بعده وربنا ما يكتب على اي حد فينا ولا من حبايبنا ملاقوش غير اقف العيادة من الامام واقفة الرجول او القدمين يعني طيب الباقي فين مازال القوات الانقاذ النهر في الترع ومازال البحس دائم ودائب على اماكن تواجد الجسمان لان طبعا في قطع من الجسمان اكلتها او نهاشيتها اعافكم الله الكلاب اضا الله دي القضية لحد دلوقته لسه التحقيقات لكن احنا متأكد حراكم اللي تم القبض على التلاث متهمين واعترفوا ومسلوا الجريمة وتم استحابهم لاماكن التخلص من الجسمان ما عصروش على القطع اللي انا قلتها انما الرأس والجسد والبطن والفاخدين مفيش وطبعا يعني احنا عارفين ان المياه الترع يعني على موظور ان الترع كبير اللي ترامى فيها وبيصعب على رجال انقاذ النهر ان هما يلاقوا يعني قطع صغيرة ما زالت اتشغالة بعد ما تم تصوير الجريمة والاهم دلوقت عند عند اهلية مينا ان هما يوصلوا لباقي جسمان ابنهم لليها الامر من قبل ومن بعد كده دي العضية والتفاصيل والمقطعيات اللي وصلت لنا وحنا متأكدين من الاكبر اللي احنا مشورها حالكم بنسبة 99% واكد اي تفاصيل تانية هنطلع مشورها لحضراتكم لكن احنا وصلنا للدروس المستفادة طبعا ما فيش حد يقدر يعني يحجم على حد او يحجر عليه ان يقول له ما يكونش عندك طموح كل انسان فينا فينا عنده طموح حابب ان هو يكون بقتادر مليا حابب ان يكون عنده عربية حابب انه يكون 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 الحاجات دي كلها لكن فيه مخاطر يعني زي ان انا اجازف طب انا شغان في محافظة ملاوي طيب ربنا سبحانه وتعالى ممكن يوصر للحال وبعدين كان مينا عنده طموح مينا موسى كان عنده طموح نوع يسافر بالذات يعني خريج معهد الفن الصحي ده بتكون فرصهم بعد ما بيقضوا دورات فيه اللغات الاجنبية سواء اللغة الالماية او الفرنسية بيبعدهم طموح كبير او ان هم يصفروا الدول الاوروبية لكن هو قضاء ربنا سبحانه وتعالى والقدر ولا اعتراض على قضاء المولى سبحانه وتعالى وكل انسان بيبليه طموح لكن الحظر يا جماعة عاوزين نركز في الحتة دي الزال الحظر من الاعلانات الوحمية يعني ياريت ياريت كل حد شاف اعلان واهمي على حسب راغبته ياريت ان احنا نمسك البروفايل نشوف كومنتاته نشوف البروفايل ده انشأ من كام سنة تب فيه تفاعل ولا ما فيش تفاعل على البروفايل ده او على المنشور عشان نتأكد من صدق الاعلان لما احنا شفنا لو نفتكر فاضية الدكتور اسامة توفيه شفنا ان احمد شارشوبة اللي امتابعنا على القناة شارشوبة جاء من الصعيد من اسوان ومخصوص علشان اعلان واهمي عمله احمد شيح وتورد فيه مقتر الدكتور اسامة توفيق واخد مؤبت خمسة وعشرين سنة طيب ياريت نتأكد اجماعة من صحة العلاق وياريت ان احنا ما نجذفش لان الدنيا ما هاتش فيها عمان زي الاول يعني انت قلت ممكن تبات في الشارع زمان احسن من بيت لانه انه نهاردة احنا شايفين الجرين في كل مكان من حوالينا في ياريت نحظر من الاعنات الوهمية وبالذات بقى من الحاجة المبالغ فيها يعني ايه المبالغ فيها يعني ما يكون في اعلام في القاهرة وي انا اجيله من المينيا يبقى في ايه يعني القاهرة واجوار القاهرة خالت من مماردين ما في لاز كتير اشطر من ميناء واخدين بالكم فبالتالي يعني اللي طمعت في حاجة كبيرة قوي تشك فيه مش هترجع بقى لمستوية المهنة وان انا شاطر ما هما ما كلش يعرفوك يا ميناء ربنا صبر اهلك حبيب قلبي وان شاء الله المتحمين هياخدوا جزائه لكن مش عاوزين بقى ننتقل لكافة الطمع واخدين بالكم لكن احنا بنقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها يعني القاهرة كلها تمن ما فيهاش ممردين علشان يتم الموافقة على ميناء اللي جاي منه حافظة الميناء علشان يتم المفروض الانسان يفكر في حاجات زادية جبعة ودايما الحذر بيقل الاهضر واخدين بالكم وطبع تم من الابضع اليهم واعترفوا التفاصيل ومثلوا الجريمة وان شاء الله متابعين القضية لو فيه اي تفاصيل جديدة هنشرع حراركم في التو باللحظة لكن هنتذكر الناس ونوعز الناس يا جماعة بلاش ان احنا يعني حاجة احنا مش مطمئن لها حاجة احنا مش واصقين فيها اه لو حد في قريتك واعلى الاعلان ده مفيش مشكلة طبعا انت يعني ما حسبتش بقى مواصلاتك من مينيا للقاهرة ومصاريفك الشخصية واجلك وشربك وحاجات دي كلها معتمادكم لها اساسا هتنتقص من الاجر اللي انت هتاخده فقد يكون ان شغلك في القاهرة هيبقى موازي يعني مثلا او انت مثلا بتصفي او ربنا بيرزوك بخمس ست تلاف جنيه في الشهر ولقيت القاهرة دي عشرة لا انت وعدك في بيتك احسن من الاربع تلاف جنيه من الاربع تلاف جنيه زيادة دول انت تقضيهم صهر وتعب صفر واكل وشرب وانت مروح بيتك هتجيب اي حاجة زيادة لولادك الحاجات دي كلها المفروض تتاخد في الحزبان لكن هو طبعا اللي الامان وبعدها ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيجعل ان الجريمة تنتشر حبينا بس ان احنا نشرح لحلقكم مقتليات العضية لشغلة الناس وان شاء الله انتابعين العضية عن قرب واي تفاصيل جديدة هنشرح لحظة ربنا نصبر اهل امينة وان شاء الله حق امينة راجع تالت والله العزيز نورتوني كم معاكم اخوكم مجدي ولو وصلتم معنا لنهاية الفيديو فاحنا ممنونين لكل الاحبة من كل مكان ما تنسناش من خالص دعاكم وكوان لايك صغير كده بالارواد والسلام عليكم ورحمة الله